خلايا الدم الحمر تعتبر خلايا الدم الحمر هي مسؤولة أو الناقلة للأوكسجين إلى أنسج الجسم لتكوين الطاقة إذ دورة كريبس ويدورة المسؤولة لأنتاج الطاقة تحتاج الأوكسجين لتحويل الـ NAD إلى NAD والذي هو مسؤول عن توفير في الأخير الـ ATB وهو المراكب الخاص في توليد الطاقة في جسم الإنسان وكذلك تحمل غاز ثنائي أوكسيدي كاربون كناتج أيضي من هذه الدورة وتنقله إلى الرئتين لطرحها خارج الجسم يكون شكل خلايا الدم الحمر في الإنسان بهذا الشكل تركيب قرصي فيه إخدود بالمنتصف وهذا الإخدود يمثل الجزء الهيمورغلوبين والجزء الهيمورغلوبين هو المركب الناقل للأوكسجين وثنائي أوكسيدي كاربون في جسم الإنسان يكون مصنع خلايا الدم الحمر كغيرها من خلايا الدم في الإنسان البارغ في نخاء العظم ولكنها في مرحلة نمو الإنسان تمر في مراحل متعددة أو يمر مرحلة تصنيعها في أماكن مختلفة بإدارة من الصفار في راحات الجنين ومن ثم الكبد والطحار وأخيرا إلى نخاء العظم هذه هي مراحل نمو خلايا الدم الحمر تبدأ بمرحلة قليلا بالأرلي كبرون Bromal Blast ومن ثمة Bromar Blast وبالباسورفيديك كروما Cor fluffy UV أرلية كروماcia وبالأرثو كروماcia BU eיכ طبعا في البداية تحتوي عليه الدم الحمر على نواة ولكنها سرعة ما تخسرها عندما راح لتحاول الأرثو كروماشه كروماcia القليلا كروماسا إليs إذا تحتاجها وسنشرح كل مرحلة على حدة وخواصها البرونومو بلاست رب البلاست أو برو أريثرو بلاست فلها تزمى بالبرونومو بلاست في هذه المرحلة بيكون خلايا دم الحمر ما زالت أو مراحل تكون خلايا دم الحمر ما زالت في نخاع العظم وهذه صورة واضحة هنا لمرحلة البرونومو بلاست داخل نخاع العظمي تتميز في كونها النوعات دائرية كروية عفوا ومركزية الموقع كذلك تكون المادة الروية هنا مجعدة أو خاشنة نوعا ما وتكون شكل بامبي أي منتفخة وخيوط أي تشبه تقيبا تقيب القدادة الخيوط المغزرية وتوجد في المادة الروية في النوعات ايزو فيك نومو بلاست أو كذلك تسمى بالبرو الروبري سايت أو كذلك البيزوفيليك أريثرو بلاست لكن هذه نوعا ما أصغر من البرو أريثرو بلاست أي حجم النوع السابق وكذلك يكون المادة النووية أو الكروماتين خشن أكثر ونسبة النوعات إلى الخلية أو السايتوب لازم تقل تدريجيا حيث هناك فراغ واسع حول النوعات وكذلك تكون نسبة الكروماتين أزرق غامق وهناك قد يحدث تجويف أو فراغ حول الخلية أو حول النوعات عفوا في هذا المكان بالضبط بالتحديد بوليكروماتيك نوموبلاست أو ربري سايت وكذلك تسمى بالبوليكروماتيك أرثرو بلاست في هذه المرحلة يبدأ السايتوب لازم بإنتهات صبغة الهيموغلوبين بهذا السبب ستتغير صبغة أو لون الخلية من اللون الأزرق الغامق لللون الأزرق الفاتح أو الرمادي أو الأحيان الرصاصي كذلك تصغل الخلية في حجمها تدريجيا حتى يصبح كروماتين أو المادة النورية هنا على تكوين عقد أو كذلك بالتجمع أشبه بعناقيد العنب أورثو كروماتيك نوموبلاست كذلك تسمى بالميتة روبري سايت أو أورثو كروماتيك أريترو بلاست تعتبر هذه المرحلة هي أخر مرحلة تحتوي الخلية على نوات حيث في هذه المرحلة ستبدأ النوات بالتجمع والتكدس ومن ثم انحلالها تدريجيا هنا يظهر السايتوب لازم بلون شاحب مقارب اللون الخلية الناضجة للربي سي كذلك يكون الهيموغلوبين هنا مملوء بالهيموغلوبين والذي سيحل محل النوات بتكيولوسايت أو بولي كروماتيك أريتروسايت ودفيوزلي بيزوفيلك أريتروسايت هذه كلها آخر مرحلة في خلية دم الحمر أو في مرحلة تكون خلية دم الحمر والتي توجد في انخاء العظم أي بعد هذه المرحلة ستخرج الخلية الناضجة إلى مجرى الدم تميز مرحلة هي أنها يمكن تفريقها عن مرحلة الخلية الناضجة إذا تطرحت في مجرى الدم حياناً في الأمراض معينة لأنها تكون ذا شكل معاقد أي ليس دائري بحت كما في خلية دم الحمر الناضجة وكذلك تظهر في صبرة السبرة الخاصة تحتوي على بقايا المادة النوعية مثل RNA وكذلك تكون حجمها تقريباً أكبر بقليل من حجم خلية دم الحمراء Erythrocyte أو Discocyte في هذه المرحلة تكون خلية دم الحمر خارج النخاء العظم أي في مجرى الدم وتميز بشكلها أنها تكون ذا تأكيد قرصي مقع عرب في المنتصف وكذلك لا تحتوي على أية عضيات خلوية ولا على نواة أو مادة نهوية كذلك يكون لونها نوعاً ما وردي بسبب نسبة الهيموغلوبين العالي ويتكون شاحب في المنتصف موسيقى موسيقى موسيقى